اكدت سعادة الأسادة هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على همية تقرير مركز وودرو وولسون الدولي البحثي في الولايات المتحدة الأمريكية في تسليط الضوء على جهود مملكة البحرين من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة في رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة عبر تعزيز حضورها في مجال ريادة الأعمال وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية وما تحظى به من بيئة داعمة تضمن التكافؤ الفرص أمامها وأوضحت الأنصاري أن التقرير الذي رصد بالأرقام والأحصائيات والدلالات واقع تقدم ريادة أعمال المرأة البحرينية تم العمل عليه بطلب مباشر من مركز وولسون البحثي للتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بعد إطلاع المركز على عمل المجلس ومدى تقدمه في مجال الرصد والتحليل وأعداد التقارير وعرض الإحصائيات والمعلومات مشيرة في هذا الإطار إلى ما يحظى به مركز وولسون من أهمية وتأثير على مستوى صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم إلى جانب الهيئات والمنظمات التنموية العالمية ولفتت الأمين العام في هذا الشأن إلى أن تقرير مركز وولسون حول المرأة وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضع التجربة البحرينية المتقدمة في مجال ريادة الأعمال النسائية في محيطها الأقليمي ويسلط الضوء على تقدمها ويمثل آدات مهمة من أجل توحيد الرؤى حول الركاز التي يجب مواصلة العمل على تعزيزها وإبراز الفرص التقدم التي يجب اقتناصها وأشار تلمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إلى أن تقرير تطرق للكثير من المجالات من بينها الشمول المالي والتقني والرقمي وسهولة الوصول المرأة للخدمات المالية وحصولها على التمويل المناسب لإطلاق مشاريعها الخاصة هذا وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين احتلت المرتبة الأولى عالميا في السياسات الوطنية للإدماج الإلكتروني للمرأة كما رصد التقرير جهود حكومة البحرين على صعيد دعم تمكين وتقدم المرة البحرينية ونوه التقرير على صعيد آخر باستمرار تحسين البحرين لتشريعاتها الوطنية من خلال القضاء على الفجوات التمييزية في قوانينها بين عامي 2020-2022 وبيّن التقرير كذلك أن البحرين سهلت حصول النساء على الخدمات الاعتمالية من خلال حظر التمييز على أساس الجنس في الخدمات المالية بشكل مطلق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر